السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي الكرام حياكم الله لو بتشتكي من القولون التقرحي أنصحك باستخدام هذه الوصفة ولكن أولا هل تعلم أن المستشفيات الألمانية تستخدم الزنجبيل في علاج أمراض المعدة والأمعاء لتأثيراته المهدئة والمنشطة للدورة الدموية وذلك بعدما نجح في المحافظة على مكانته العلاجية في الطب الصيني لمواجهة بدايات نازلات البرد والروماتيزم ويمكن علاج التهاب القولون التقرحي أخي الحبيب بالطب الصيني البديل الذي يعتمد على دخان الشيح وشي الزنجبيل والوغز بالإبر الصينية ويشرح الدكتور سيفين شوردور دور الإعلاج بالزنجبيل بقوله أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي ضخ الدم بشكل جيد في الأوعية الدموية الدقيقة للأمعاء مما يؤدي إلى تحسين الغشاء المخاطي للأمعاء وتقليل التقرح لذلك لو بتعاني من تقرحات في القولون أنصحك باستخدام كوب من الزنجبيل في الصباح وفي المساء قبل النوم وسوف يختفي هذا التقرح إن شاء الله ولو عندك أي وصفة بتقضي على القولون التقرحي يريد تضحها لنا في كومنت أسفل الفيديو وما تنساش تشاركها لأصحابك وأصدقائك جعل الله في ميزان حسناتك ليك أطيب تحياتي أنا أخوك يوسف أحمد دوس لايك وضغط سابسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام